يعني أنا عايزة أتحول إلى مشاهدة ومستمتعة بالغناء ده يعني المنشد الجميل محمود التهامي منورني وكل العازفين المهرة الجمال دول منورنا كل سنة وإنتوا طيبين جميعا كل سنة وحضرتك طيبة ويعني شاكر الدعوة الكريمة وبمجرد ما جلولي أنها نحي ليلة عرفات مع حضرتك طبعا يعني جيت وكل سعادة وكل ترحاب وسبحان الله يعني هذه ليست المرة الأولى اللي نحي بيها أكيد تقينا كثير طيب أنا دايما في كل لقاء بلاقيك بتطور طول الوقت أنت يعني من نهج الرائع طبعا العظيم ياسين التهامي يعني بس أنا شايفة إضافات طول الوقت أولا حتى شايفة الألات فيها إقاع شبابي في عندك مزج كده ما بين الحديث والقديم والأصالة والجمال يعني كلمني عن أنت إزاي بتعمل الشكل الرائع ده بطبيعة التأليف الموسيقي وفن الهارموني كل فترة معينة يعني كان جبل 1900 كان كل خمسين سنة الأداء والأداء في الموسيقى والفنون عموما بتمر بمرحلة تطور في التأليف بس الفترة الأخيرة أصبح كل عشر سنين يعني فيه سرعة رهيبة في التطور طبعا تدوى أنت عندك كمان تتقعد في البيت على الكمبيوتر تعمل حاجات كتير مختلفة ففيه تطور كمان في الهندسة الصوتية فيه تطور في الهارموني فعلشان خاطر فن الإنشاد يستمر لا بد أن نواكب بكل المتغيرات العصرية مع الحفاظ على الأصالة والكلمة والمعنى فن الإنشاد في مصر طول عمره عريق أولا يعني إحنا مصر يعني أساسا يعني كمية الأثار الإسلامية والحضارة الإسلامية اللي موجودة ومساجدنا وأماكننا والبيوت والأسبلة وكل الحاجات الحلوة اللي موجودة في مصر مرتبطة قوي بفن الإنشاد وهو قديم جدا والناس بتحبه طول الوقت كلمي عن يعني أنت بقى من الأجيال الحديثة في هذا الفن يعني إيه اللي أنتوا بحتاجينه أكتر يعني لو إحنا بنتكلم على يعني إنشاد طول الوقت بنتقدم سنة بعد سنة والله سبحان الله يعني فن الإنشاد ليه واقع وجداني في يعني وجدان المصريين وليه أثر كبير جدا والحمد لله ربنا يعني اشرفني في الفترة الأخيرة إحنا من 2014 أنشأنا مدرسة لتعليم فن الإنشاد وللحفاظ على التوشيح المصري القديمة وإعادة تصديرها وتقديمها للشباب والأطفال والمشايخ والحمد لله في إقبال غير طبيعي على مستوى الجمهورية بيجينك منين محافظات أكتر؟ أنا بيجيني من أول المطروح لحد أسوان وبيجيني من خارج البلاد وبيجيني من برى مصر والحمد لله إحنا برضو بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية مدرسة الإنشاد تواجدها حاليا في قصر الأمير طوز ده القصر بتاعي؟ آه طبعا يعني أنا قدمت أحلى برامجي في قصر الأمير طوز والله كلما أروح أجرلك الفاتحة تجرلي الفاتحة والزف